تحت رعاية معالية سيدة فوزية بنت عبدالله زينر رئيسة مجلس النواب يقيم مجلس النواب غدا الأربعاء جرسة حوارية بعنوان قراءة في كتاب النهضة التشعية في مملكة البحرين خلال عشرين عاما 1999 و2019 والذي أصدرته الإدارة العامة لشؤون القانونية والسياسية في الدوان الملكي بتوجيهات من معالية الشيخ خالد بن أحمد الخليفة وزير الدوان الملكي للحديث أكثر عن الجلسة الحوارية وأب رزما سوف يتضمنه من أوراق عمل عبر الهاتف سعادة الأستاذة فاطمة عباس عضو مجلس النواب رئيسة اللجنة النوعية الدائمة للمرأة والطفل سعادة النائب بعد التحية حديثين أكثر عن الجلسة الحوارية قراءة في كتاب النهضة التشعية في مملكة البحرين وأهم المحاور وأوراق العمل التي سوف يتم ترحها سهلاً فيكم جميعاً وأشكركم على هذا التواصل الدائم وأحبيت بس أوضح أن الكتاب يمثل قيمة علمية رفيعة في مجال بنية الدستورية والتشريعية في مملكة البحرين طبعاً ويعد مرجعاً تشريعياً هاماً للعمل برلماني كل هذا في ظل العهد الزاهر والمسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن يساء الخليفة أهل البلاد المفتحة حفظه الله فرعاً الجلسة الحوارية تأتي تنفيذاً لتوجيهات معالي سيدة السورية بضحة عبدالله زينيز وفئيسة نجلس النواب وانطلاقها من سعي المجلس النيابي بإستفادة فاعلة من الكتاب النهضة التشريعية حقيقةً من المقرر أن تشهد برامج الجلسة الحوارية غدا عرضاً مسيرة النهضة تشريع في مملكة البحرين وتتناول كلمات حول كتاب النهضة وعدد من أولاق العمل التي سيقدمها أولاً معالي الشيخ خالد بن علي الخليفة وزير العدد الشؤون الإسلامية والألقاف ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والأقصاد الوطني وسعادة الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد الخليفة بيس مجلس ومناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة وطبعاً سعادة الأستاذة العضو دلال جاسم الزايد رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى وسعادة النائب محمد العباسي نعم تحديداً سعادة النائب تحديداً ما هي أهم الأوراق؟ ما هي أهم المواضيع التي سوف يتطرق إليه هذه الجلسة؟ أوراق العمل التي ستتضمنها تحتوي على محاول رئيسية أهمها على رأسها التشريعات ذات الطابع الجنائي ومكافحة الإرهاب طبعاً والتشريعات ذات الاقتصاد والاستثماري والمراكز المتخصصة ودورها في النهضة التشريعية وكذلك التشريعات ذات الصلة بحقوق المرأة والتشريعات ذات الصلة بحقوق السياسية نعم سعادة الأستاذة فاطمة عباس عضو مجلس النواب رئيسة اللجنة النوعية دائماً للمرأة والطفل شكراً جزيلاً لك